موسيقى 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 مرحبا اليوم درجيكم جيم اسمه ثاموتارج ثاموتارج باللاتيني ثاموتارج اللي هو الشخص تبع المعجزات طبعا هون بيرموز لشخصية هاي اللي هي خلينا نعمل حين حفوت على نيو جيم هاي الشخصية اللي جاية من اوروبا الشرقية بتحديدا من بولندا وفكرتها هي انه انت واحد بتعمل معجزات بتروح بتشوف العالم بتساعدهم يتغلبوا على مصاعب معينة على مشاكل العلاقة بالوحوش العلاقة يعني فكر مثل كأنه وتشر تقريبا حتى الوتشر اخدينه منه يعني بس هذا من التراث تبع المناطق هديك اللي هي شرق اوروبا فكرة الجيم انه نحن هون اللعبة هاي نحن هادا ثمتارش هنروح نحكي مع عالم هنشوف شو صاير بالدنيا هنعرف انه مثلا خينقول انه طالع وحوش بمكان معين وبدنا نعرف ليش وشو سبب وجودهم هناك وتحاول تطلعهم اللعبة اغلبة كلام ما فيها كتير تال فيها تال بس اغلبة كلام فعليا هذا اساس اللعبة انك عم تحكي مع ناس عم تشوف نوتز عم تستكشف اشياء يعني مثلا هون هذا قاعد وعنده هذا الوحش اللي بيضل قاعد جنبه هذا صاحبه يعني بين قوسين لانه عنده شغلة هي الخطيئة تبعه خطيئته هي الكبر الشخصية تبعك عنده الكبر فالكبر خلق له هذا الوحش يكون معه في المساعدة فهلا نحن هلا راحين على قرية وبنساعدهم بدي ورجيكم الجيم كيف تتمشي طريقته اشلون هعمل اسكيب طبعا هون يزلنا على المدينة راحين على قرية صغيرة اسف هنعمل هون هذا اله الشو اسمه هلا بننسوي حوار والحوار هون حنقطار أشياء القيارات هاي بالبداية ما حيبين شو الناتج تبعه بس لقدام شوي على حسب الطريقة اللي بتحكي فيها مع العالم حسب علاقاتك مع العالم القيام لقدام حتصير يعني حتتأثر بالخيارات تبعك بس أنا هلا كان عندي خيار يا أما أعمل أعمل عليه ترك يا أما أعطيه المسيش حتى يأخذها بالتليجرام هذولي طبعا 1905 أظن التاريخ هوني أو هيك شي 1906 فبننبعث المسيج هاي أيام الثورة تبعت هونيكي أيام الهال نبعث مهم فأغلب كلام وكل آياته تقريباً من مثل صوتيا فأنت هوني هم تلعب بهذا فيكتر شولسكي اللي هو ثامتاش وفيه بيكون أبوه كماني ثامتاش بيساعده وبدون يروحوا بدك تقابل شخصيات من هذه الحقبة مثل راس بوتين وهيك أشياء كذا فخلينا هلأ نعمل هنعمل سكيب وارجيكم الجيم كيف بتمشي طبعا بكل بساطة الجيم نحنا هتتحرك بالأسهم يمين الشمال فوق تحت أو بالأزعم معك كنترولر فيك تستعمل كنترولر وبعدين بتجي بتقول مثلا أنا بدي أكبس هون وقرأ هاي بتقدر تقرأ الشغلات مرات بتلاقي نوتس مرات بتعمل ملاحظات على أشياء بتلاقيها والطريق ومرات يعني هاي هم نعمل هاد النوتس لتر دير جانكو هذا هون مكتب بريد أصلا تبع القطار محطة القطار هلأ نطلع بره هاي محطة القطار هادا البرسبشن طبعا بتجي بتعمل بيعد بتك هيك بيقوم بيشوف أشياء طبعا هادا بيدلوا وين بدوا يروح نكس نجي هون نعمل هاي مثل ما لكم شافين الجرافيكس طبعا كتير حلوة ها لعبة من هذا النوع اللي هي النوع اللي هو الحوار وكذا هام وهو حول يريد فقط ه IO هنعمل ماذا ماذا أربع خصائص للإنسان هدو إليه فيك ترفعهم ولما ترفعهم حتى شوفوا شكله بالتبع دويتشر هاي الرموز العجيبة بترفعهم ويعطيك هذا مثلا 60% chance to do double damage فيها اللعب إقتال حنشوف الإقتال هلا بعد شوي هوني مثلا relaxation restore your focus فيه عندك focus فيك تستعمله إذا فاكس راح بصيره بضربوك دامج أعلى وهكذا فيها كمان هنا فيك تعمل الأبغريد سيت تعطيه points أكتر هوني الفلوز تبعنا الفلوز تبعنا الأولانية pride الأوبير اللي هو هذا اللي عندي هذا اللي بيلحقني بس مع الوقت هيكون عنا كمان غيرهم شايفين هوني حنفتح مجموعات تانية فيه هيكون معك ثمانية وفيك بأي وقت تأخدهم وصيروا يستعملهم بس طبعا هلا هذا حاليا الرابط اللي معه مو شغال فما حيكون موجود بس بعدين بصير بيجي ويساعدك بالإقتال ويساعدك بالديالوج وهيكي أصاص خليني نحكي معه هذا مرة تانية هي حيأخذني على مكان هذا راسبوتين طيب هلأ حنروح للاقيه هناك هلأ حنمشي المفروض طلع لي ناس غليظة هلأ حنمشي ما يحصل مر outputs هون في شي هتعمل تغري هون بيجيك اشياء هون في شي تغري هون بيورجيك اشياء مرات بيكون علاقة بهذا فكرة التراث تبعهم انه انت مسلا لما صنعت شغلي إذا كنت معصب وصنعتها التعصيب تبعك بيصير فيها إذا كنت مبسوط وصنعت البسط تبعك بيصير فيها إذا كنت زعلان الحزن بيبين فهذا قوته هي إنه بقدر يكشف هي الشغلات فهو صاير مثل محقق أكتر من إنه محارب هذا هون مثلا هذا هون مساهل لعننا خيار هذا عم يقول أي إنه بوتك حلو يعني بالديار هون ممكن هون عم يورجي كبر هي عن جد وضي فضيع فهلا هتعلى هتصير مشكلة فحنبلش القتال فمثل ما تركم حتمشي تتفتى لتحاول تكشف الغاز إنك تلم نوتس وكذا فهي أقرب لدعبة مثل شرلا كومس أو دسكو إليسيا من أي شي تاني أوكي هلا هون حنجي هي هلا هيك الإقتال شوفوا كيف هنعمل سأقرب الاتصال كل واحد في هون هيعمل إقتالة معنا لما هذه أول إقتالة ما هيكون فيها اللاين أظن أو بيطلعوا لك دور الجائع هكون فيه هون لاين فحنختار واحدة من الدامج هدول حنعطيه الدامج العالي هذا طبعا هو هيجي يضربنا ليس كوين التايم لاين هون بأول اللعبة يمكن بأول شيء ما بيحطوا حلو هلا هادا هيجي يضربني نزلي شوية هاد اي هلا ليكو التايم لاين ها كنتينيو شايفين هادا الخط هادا قديش هيكون الضرب فمثلا اذا اخترت هاي شوفوا الفوق هتلاقي الخط هادا بيقل لك وين الضربة تبعا اذا ضربته هاي حادا اضربه قبل ما يضربني وحروح لخمسة عشر هيلس هيلس آسف مو خمسة عشر هيلس هروح له من احتاش لاربطعاش هادا هروح له خمسة لستة فممكن احسبها اوكي لأ خليني اضربه السريعة اول وبعدين اضربه هاي هلا فيه كمان هادو الفوكس شايفين الفوكس اللي تحت هاد اذا فضي بعض الابريتيز رح تكون معك بتروح الفوكس اذا هاد الفوكس فضي بسيت تعمله الاسباشال اتاك الاسباشال اتاك عادة بتروح هيلس كتير وبترجع لك فوكس وهيك شغلات بس بشكل عام لقتال فيه كتير بسيط مثل لعبة بوكيمون خلينا نحكي هيك طريقة لقتال طيب هنعمل اتاك سلو هادي اول بوكس لسه عندي مجال لانه لسه دوره ما اجا هنعمل بوكس تاني او نعمل هادي الفاست خلينا نعمل بوكس تاني ما كفة شايفين فممكن كان انه هلاكرو الضربة ونحنه بسوطين ما فيه بوك اللعبة بدك تحاول تبرمجن بشكل كويس هادا هيك هنعطيه وننزله بالارض لما يكون معك الوحوش اللي هنه الديمنز دول بيجوا بيقاتلوا معك بس طبعا بيروحوا من ورا مثلا بيأسروا عمخهم بيضربوهم كأنه جني ضربوا يعني طيب وهكذا بس هي فكرة الجيم مثل ما قلتلكم هي عبارة عن تحقيق هتروح تستكشف هذول الأماكن هتحكي مع العالم مو كل العالم طبعا تحكي معهم دك تكبس الزر اليمين ويضوي لك الأشياء هون مثلا في هون كلب هادا هادا good boy هون صار عندي الابلتيز صار فينا نفتح واحدة من الابلتيز رح حط هون مثلا ارفع هاي dimension forces upgrade adds points to the dimension heart dimension force هادا هون dimension force mind هون مثلا dimension force lead هنرفع الديد نرفع واحدة من الاخرين نرفع هاي مثلا mind وهي develop هلا هيك شو عطاني هادا سوري ما اريتا هادا بيقول لك restore your focus بصير بي فينا عندنا صار ability نستعملها إذا ما علي غلطان إذا رحت لهون مفروض انه تجي هون هاي relaxation بقول مثلا اوكي انا راح اعمل هاد وحط هاي الابلتيز على هاد هيك صار هاد بيعمل damage وبيعمل restore focus فهيك صار عندي upgrade فهدول هيك بتصير التعمل بتاخدهم من هون سوري من هون بتصير التعمل upgrade بتستعمل upgrade لحتى تضبط الابلتيز تبعك هون كمان في عندك اللي هو الوحوش والأشياء كلاياتها اللي هون هون مثلا هادا بيشرح لك شو الوحش اللي عندك الابير هادا هوني paimon يو ورسو بيوتفول فولن انجل فولوف بكريز كذا كذا مهم قصص من قصص التراس اللي هو الشرق اوروبي هاي هي بس مثل ما قلتلكم اهم شي لواحد لازم تذكر لعبة تحقيق فيه كتير voice acting بس الاغلب ارايه هتلاقي كتير نوتس وهيك اشياء لازم تقراهم بس بشكل عام ولقتال فيه بسيط مثل ما قلتلكم يعني كانك عم تلعب pokemon اذا كان عندك هدول الوحوش بيجو بقاتل معك اذا كان عندك واحد بالأور بعدين بيصير اثنين بعدين هيزيدوا فيه اربع اساسيين بالقصة هتاخدهم انيوي وبعدين الاثماني بيفتحولك ياهم مع الوقت اذا قدرت تعمل الكوستات الجانبية اوكي بس ايه بعدين القيم هلأ بالبداية نحن بمكان يعني لانه عم نلعب بالبرولوج البداية بعدين هنروح الى وارسو معظم اللعبة حيكون احداثة بوارسو هتروح وين ما بدك تتفتل بالبلد طبعا هتكون اجزاء يعني مقسمة اذا يمكن بقدر اعمل لود من هون ايه ما فيه خلص ما علينا هذه هي الفكرة شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرا وشير وشوفكم بعدين سلام اشتركوا في القناة